السلام عليكم أصدقائي كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأفضل حال في جديو اليوم عبارة عن حديث قدسي تقشعر له الأبدان وتتجلى فيه عظمة الخالق اسمعها فهي قصيرة ولكنها مؤثرة جدا قال سبحانه وتعالى يا ابن آدم جعلتك في بطن أمك وهشيت وجهك بغشاء لألا تنفر من الرحم وجعلت وجهك إلى ظهر أمك لألا تؤديك رائحة الطعام وجعلت لك متكأا عن يمينك ومتكأا عن يصارك فأما الذي عن يمينك فالكبد وأما الذي عن يصارك فالتحال وعلمتك القيام والقعود في بطن أمك فهل يقدر على ذلك غيري؟ فلما أنتمت مدتك وكملت خلقتك أوحيت إلى الملك بالأرحام أن يخرجك فأخرجك على ريشة من جناحه ليس لك سن تقطع ولا يد تبطش ولا قدم تسع فبعثت لك عرقين رقيقين في صدر أمك يجريان لبنا خالصا حارا في الشتاء وبالدا في الصيف وألقيت محبتك في قلب أبويك فلا يشبعني حتى تشبع ولا يرقدان حتى ترقد فلما قوي ظهرك واشتد عضدك برزتني بالمعاصي في خلواتك ولم تستحي مني ومع هذا إن دعوتني أجبتك وإن سألتني أعطيتك وإن تبت إلي قبلتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وإنها من أجمل وأروع مع قرأت عجبا لك يا ابن آدم عندما تولد يؤدن في أدنك من غير صلى وعندما تموت يصلى عليك من غير آدان عجبا لك يا ابن آدم عندما تولد لا تعلم من الذي أخرجك من بطن أمك وعندما تموت لا تعلم من الذي أدخلك إلى قبرك عجبا لك يا ابن آدم عندما مولدت تغسل وتنضى وعندما تموت تغسل وتنضى عجبا لك يا ابن آدم عندما تولد لا تعلم من فرح وستبشر بك وعندما تموت لا تعلم من بكى وحزن عليك عجبا لك يا ابن آدم في بطن أمك كنت في مكان ضيق ومظلم وعندما تموت تكون في مكان ضيق ومظلم عجبا لك يا ابن آدم عندما ولدت تغطى بالقماش ليستروق وعندما تموت تكفن بالقماش أيضا ليستروق عجبا لك يا ابن آدم عندما ولدت وكبرت يسألك الناس عن شهاداتك وخبراتك وعندما تموت تسألك الملائكة عن عملك الصالح فماذا أعددت للآخرتك؟ جرب أن تقولها من قلبك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد صدق الله العظيم إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو إذا أعجبكم الفيديو لا تنسى اشتركوا لايك واشتراك وتفعلوا جرس لكي يسألكم كل جديد إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر